بسم الله الرحمن الرحيم اليوم رح يكون درسنا عن المغناطيس اي حدا ممكن يكون استخدم مغناطيس في حياته عندنا يوجد اشكال مختلفة من المغناطيس انظر اليها هاي الشكل الاول بيشبه حدبة الحصان والشكل الثاني بيشبه المصدرة ولاحظ انه احنا عندنا قطب شمالي و قطب جنوبي عندنا لونين احمر و ازرق انتبه هون يوجد المغناطيس باشكال مختلفة هاي المستقيم و حذبة الحصان حذبة الفرس هذا الشكل بسميه حذبة الفرس ماذا اسمي هذا الشكل يا اول حذبة الفرس وهو مغناطيس هسا بنسمي المادة التي تنجذب الى المغناطيس شوف انا بحكيلك مش جميع المواد اول Million materials تنجذب الى المغناطيس في عندنا مواد تنجذب و مواد لا يجذب شوف انا حطيتلك المادة اللي تنجذب للمغناطيس هي اسمها مادة مغناطيسية والتي لا تنجذب للمغناطيس اسمها مادة غير مغناطيسية انا حطيتلك عنده المادة不txikal والمادي الغير مغناطيسي خطأ رقائق الألمانيوم غير مغناطيسي لا تنجذب مصدر بلاستيكية لا تنجذب غير مغناطيسية مصدرة حديد تنجذب هي أصلا المغناطيسي بيجذب الحديد ورقة لا تنجذب غير مغناطيسية قطعة خشب لا تنجذب الحافظة الزجاجية أيضا لا تنجذب وسلك النحاس لا ينجذب الدبوس ينجذب والممحة لا تنجذب والمسمار ينجذب انظر هنا اكتب ثلاث مواد مغناطيسية وثلاث مواد غير مغناطيسية هسا نصدر الحديد مادة مغناطيسية مصنوعة من الحديد وتنجذب المسمار مادة مغناطيسية مصنوعة من الحديد وتنجذب الدبوس نفس الشيء مادة مغناطيسية مصنوعة من الحديد وتنجذب عندي مواد غير مغناطيسية ورقة جرائد ورق مصنوعة من الورق ما بينجذب الباب الخشبي يعني شو ما حطيت مغناطيسات على الباب الخشبي ما رح ينجذب قلم ألوان شمعي مصنوعة من الشمع ما بينجذب هل يوجد نمط في نتائجي؟ أنا بحكي لك المواد المغناطيسية غالبا مصنوعة من الحديد غالبا مصنوعة من الحديد المواد المغناطيسية مواد مصنوعة من الحديد انتبه يا اول انا رح اعمل تجربة بسيطة انا عندي مجموعة اشياء مختلفة هياتها هون تمام انا عندي مصدرة عندي قلم عندي دبوس وعندي مسمار وعندي مفتاح وعندي ممحة انا عندي هاي القطعة الفراشة الصغيرة فيها مغناطيس صغير شوف هياته صغير يعني هذا المغناطيس اللي قدرت احصل عليه فرح نعمل التجربة هاي رح نشوف المادة التي تنجذب للمغناطيس اللي هي المادة المغناطيسية والمادة التي لا تنجذب شوف انا عندي هون الاشياء رح اصورها عشان تكون اوضح رح اصورها انزلها صورة نبدأ بالمسمار هاي الفراشة هاي المغناطيس هاياته صغير وهاي المسمار وضعنا اذا المسمار ينجذب نبدأ بالبعدية الدبوس الدبوس انظر الدبوس ينجذب الورقة نفس الكتاب يعني منجرب لا ينجذب قلم الرصاص اعطيني قلم الرصاص قلم الرصاص لا ينجذب الممحة ايضا الممحة لا تنجذب عندي انا المصدرة وهي مصنوعة من البلاستيك لا تنجذب المفتاح ينجذب تمام نكمل اول عن قوة المغناطيس الاحظ انه في المغناطيس عندي طرفين وبسميهم قطباء المغناطيس قطباء المغناطيس انا عندي القطب الشمالي برمز له بالحرف N والقطب الجنوبي برمز له بالحرف S انظري للشكل التالي انا عندي يا راتي اول اذا قدرت توفرهم بالبيت توفرهم وتعمل التجربة عليهم لانه انا ما قدرت اوفرهم صراحة عندي انا هون القطب الجنوبي ننظر هون القطب الجنوبي مع القطب القطب الجنوب مع القطب الشمالي لو قربنا المغناطيسات من جهة هاي الاقطاب لبعضها رح تصير ايش تجاذب ايش يعني المغناطيسات بتسحب بعضها البعض باتجاه بعضها البعض بتسحب بعضها البعض باتجاه بعضها البعض بصير عندي قوة تجاذب او قوة تسحب باتجاه البعض اه لو ايجينا خطينا بالطريقة هاي العكس حطيت القطب الشمالي مع الشمالي المغناطيسات بتدفع بعضها بشكل معاكس هاي القوة تنافر بصير بصير فيه تنافر بين المغناطيسات ما بتتجاذب مع بعضها هسا انا لو حطيت نفس الشيء القطب الجنوبي مع الجنوبي ايضا تنافر رح تصير المغناطيسات تدفع بعضها باتجاه معاكس وبصير عندي تنافر بس تنتج انه القطبين المتماثلين في المغناطيسين المتقابلين بيتنافروا بصير عندي بينهم تباعد اما القطبين المختلفين بصير بينهم ايش اه تقارب او ما يسمى بالتجاذب شوف اه المغناطيس له قطبين قطب شمالي وقطب جنوبي هسا اذا انا عندي قطبين متماثلين اقترب من بعض بشكل تنافر او اذا قطبين مختلفين اقترب من بعض بشكل تجاذب بسم الله هلا اول احنا بدنا نتعاوم مع زميلي بدنا نتحدث عن مغناطيس لما بيتنافر هاي تجربة ممكن اذا توفرت عندك المغناطيسات تعملها في البيت لكن على حسب خبرتي السابقة انا جاوبت الملاحظات فاذا وفرت المغناطيسين وعملت التجربة بكون افضل اليك هسا شو بدك تعمل بدك تعمل المغناطيسين تربط احد المغناطيسين بحيث انه يتأرجح ومنقرب المغناطيس نفسه اللي انا رابطه مع المغناطيس الاخر مرة بدي اعملهم القطبين متشابهين ومرة مختلفين شوف جنوبي مقابل شمالي يتجاذبان جنوبي مقابل جنوبي يتنافران شمالي مقابل شمالي بيتنافروا وشمالي مقابل جنوبي بيتجاذبوا ماذا بستنتج من هذه التجربة ان القطبين المختلفين يتجاذبان والقطبين المتشابهين يتنافران نرسم المغناطيس على شكل حذبة فرس انتبهي اول هون انا رسم لك هاي شكل حذبة الفرس هون قطبين مختلفين علشان ايش يتجاذبوا هون قطبين متشابهين علشان يصير في عندي تنافر اشتركوا في القناة